على المباشر إلى أحد نقاط بيع الأضاحي بعد أو قبل أيام قليلة من حلول عيد الأطحى المبارك العينة ستكون من ولاية الوادي والتحق بين الزميل عبدالعلي رحومة مساء الخير مساء الخير زميلة مجد ولكم شادي قناة النهار طيب عبدالعلي رحومة كيف هي الأجواء شراء أضاحي عيد الأطحى المبارك ماذا عن الأسعار وكذلك الإقبال يبدو أن الإقبال خاصة على نقاط البيع المتواجدة في عديد المناطق من ولاية الوادي العينة اليوم من حي أبن مريم تحديدا ببلدية حسين عبد الكريم الإقبال كبير خاصة على نقاط البيع التي أسعار التاحة تتراوح أو تقريبا نفس الأسعار على مستوى الأسواق الأسعار موجودة هنا وإقبال كثير خاصة من قبل المضحيين على الأضاحي لتفاصيل أكثر وتحديد أكثر الأسعار معنا موال ومربي مواشي يحددنا أسعار المواشي بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسعار تتراوح بين 35 حتى 37 يعني في متناول الجميع بالنسبة للعوام الماضية مثلا هذا الكبش في حدود كم؟ في حدود 37 و 38 نعم أكثر تفاصيل ما يميز ولاية الواد خاصة هذا العيد هو إقبال المضحيين على الأضاحي الغير مسمنة لأن ولاية الواد معروفة أنها ولاية التسمين يعتمد أكثر الاعتماد على الأضاحي الأعشاب يعطينا أكثر تفاصيل لماذا الناس مقبلين على نقاط البيع خاصة في ولاية الواد بالنسبة للمضحيين على هالناس تجيكم هنا باعتشروا ويشري عليكم الأضحية العيد مقال رحوش للسوق من ناحية الثقة وامتيازات نقوله إحنايا عندنا امتيازات إحنايا نقوله كيف يشري عليك نقوله الإنسان اللي بيش يعيد يعنيها يخليها حتى النهار 9 نقوله إحنايا نهار قبل العيد هذه الامتيازات اللي عنا نقوله إحنا تقريبا أسباب عديدة تجعل المضحيين يتوجهون إلى نقاط البيع خاصة أنها أغلب المربيين يعتمدون على ركن هذه المواشي إلى حدود اليوم التاسع للأضاحي مما خاصة مع أن أكثر العائلات هي متواجدة الآن خاصة في ذيق الأماكن وذيق لار طيب عبد العالي أغلب المضحيين يوم التاسع يقوم برفع نعم عبد العالي رحومة خلينا نقوله أيام فقط تفصلنا عن عيد الأضحاء المبارك كيف تشوف الإقبال لحد الساعة إقبال المواطنين على شراء الأضاحي هل في حركية نوعا ما؟ نعم زميلة مجدة الأغلب إقبال كثير خاصة أن الأسعار في متناول الجميع تقريبا متراوحة بين ثلاثة ملايين إلى حدود أربعة ملايين إلى نصف الأسعار في متناول الجميع وإقبال كبير خاصة على الأضاحي أضاحي الغير مسمنة المعروفة هنا يركز على الكباش كباش الأعشاب والعشب كما يقولون جزيل الشكر لك الزميلة عبد العالي رحومة تفضل زميلة مجدة خاصة هذا في نقطة البيع على مستوى يقدر هذا العمي عليك كيف تقدر الأسعار هنا وضحنا بعض النوعيات خاصة الأعمار التاحهم بالنسبة للعمر هذا مرة مخرفانة كل كما نقولون العمية ما هوش مدورين للعام مش مكسر كما نقولون علوش خروف صغيرة وبالنسبة للأسوام نقولون كل واحد والسوان تاعه يسمى كما هذا نقولون 37 38 هذا 36 كما نقولون وهذه الأسوام معناها في متناول الجميع يعني مجدة زميلتي مجدة من وليت الواد خاصة من نقطة بيع هذه خاصة أن الكثير الكثير يعتمد على مربين وموالين المعروفين خاصة في الجهة لنوعية الثيقة إضافة إلى نوعية اللحم الخاصة هي لحم الأعشاب كما يقولون جزيلا شكرا لك الزميل عبد العالي يا رحومة حدثنا على المباشر من أحد نقاط بيع أضاحي العيد من ولاية الواد الواد